متعلقة بمجلس النواب احنا في نهاية 2017 هنعمل عملية تقييم لمؤسسات مختلفة من بينها مجلس النواب هل قام مجلس النواب بدوره خلال عام 2017 هل كان معبرا عن الناس هل كان معبرا عن الدور الذي يجب أن يلعبه كسلطة تشريعية ورقابية على السلطة التنفيذية ام لا هنائش هذه القضية ونشرك المشاهدين معها مع ضيوفي داخل الستوديو من أعضاء مجلس النواب اللواء ممدوح مقلد مساعد وزير الداخلية السابق أهلا بيك وعضو مجلس النواب الأستاذ بسام في ليه في العضو مجلس النواب أستاذ بسام أهلا بيك أهلا بحضرتك السياس البارز الأستاذ البدري فغالي رئيس اتحاد أصعب المعاشات أستاذ البدري أهلا بيك أهلا بيك والكاتب الصحف الكبير والسياس البارز الأستاذ جمال أسعد أستاذ جمال أهلا بيك أهلا يا فهند أهلا بحضرتك خلينا أبدأ بيك أستاذ جمال وأنت بتقيم مجلس النواب بطلبة رئيس البارز نهاية ضد المعاشات كمجلس النواب Pip kiere بعصفة معاشية واقتصادية واجتماعية وأنت تقيهم مجلس النواب شاهدوا بيك على الانت تقيم المجلس النواب أدى ضورو أدي ضورو أهلا بيكabى هذا الدور بداية المجلس التشريعي في شكل عام تقييمه يرتبط بالظروف السياسية الموضوعية التي جاء فيها يعني مثلا أقيم مثلا مجلس 90 غير 95 غير 2010 غير 2016 و 2017 الظروف التي جاء فيها هذا البرلمان ظروف فيها تحديات غير عادية فيها حالة من حالات إعادة هيبة الدولة مرة أخرى فيها مشاكل اقتصادية حاكمة تأثيرها مباشرة على المواطن العادي طالة طبقة المتوسطة وما فوق المتوسطة فيها إرهاب حقيقي جعل مصر بتنوب عن العالم في مواجهة هذا الإرهاب فيه تحديات خارجية وداخلية هنا كان لابد أن يكون هذا البرلمان متواكب مع هذا الواقع السياسي المعاش حقيقة بمجمل الأمور لا أستطيع أن أقول أن البرلمان كان مواكبا أو بالمعنى الأصحة حتى لا يدري به المواطن المصري لا في مشكلة اقتصادية لا في مشكلة اجتماعية يعني مثلا الضريبة التي ازدادت على السجاير سجاير وقالك أنت بتدخن لو قضية هي بعيدة على المواطن أي أن كان يعني هو يدخن وما يدخنش في قصة تانية إنما لم يتحدث أحد مجرد هو بيختم على ما يأتي من الحكومة وبالتالي أنا تصوري بقى بمهنهج موضوعي أن التركيبة البرلمانية هي تركيبة بدأت بخلل حقيقي أدى إلى هذه النتائج بمعنى أنه لا يوجد تكتلات حزبية ذات توجهات حزبية وسياسية ذات برنامج سياسي يمكن أن يتحول إلى برنامج برلماني إنما إحنا وجدنا عبارة عن أغلبية هذه الأغلبية بتكون بدور واحد ووحيد هو التأييد المطلق للحكومة أيا كان نظرها ناحية الشعب ما فيش تكتلات زي زمان اللي هي دا اليسار ودا اليمين دا سعدتك حتى الدستور الدستور لم يمثل الآن يعني بمعنى أنه مفترض أن رئيس الوزراء يأتي من الأغلبية البرلمانية لا أستطيع أن أقول الأغلبية البرلمانية الحزبية لأنه ما يسمى بحزب جماعة حب مصر الأغلبية الحالية دي اسمها هي دعم مصر أي حاجة مصر يعني يعني أنا لا أعتقد يعني كيف يكون عمليا وحزبيا ودستوريا يوجد عضو حزب وينتمي لإتلاف آخر إذا لم يكن في إتلافات حزبية لأن دا مصر مش حزب مش إتلاف حزبي يعني لا أستطيع أن أقول دي حزب أغلبية عشان نبقى نقطة نقطة أستاذ بسام موافق على كلام الأستاذ جمال أسعد لا مش موافق طبعا مع احترام الشديد لي المجلس لن يوجد فيه أي خلل مجلس مترابط جدا 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 مجلس زي ما هو قال نقطة أنا باتفق معه فيها أن مجلس بيواجه كافة التحديات الخارجية والداخلية مجلس شال أو تحمل أعباء وأخطاء ومشاكل شالها على عاطقة من سنوات كبيرة جدا 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 الأستاذ جمال بيقول أن ما فيش عندنا تكتلات أو اتلافات في المجلس لا فيه موجود تكتلات ويحترم رأيها ويحترم تدخلها عندنا اتلاف دعم مصر اللي هي الشرف أننا عضو فيه يزيد عن حوالي ب345 نائب محترم موجودين من كافة الاعتلافات أو الأحزاب الموجودة اتلاف دعم مصر شرعي وقانوني ومشاهر مش زي ما الأستاذ جمال بيقول أنه أملوش أي آه بس خليني في أهم مقاله أنه مجلس النواب بيبصم على اللي بتقول الحكومة لا 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 هو مجلس النواب وظيفته أنه يفرم للحكومة إذا جمحت لو كنا بنوافق على الحكومة أستاذ وائل ما كناش إحنا وقفنا ضد الحكومة في قانون الخدمة المدنية في أول ما جينا في مجلس النواب يعني أنه إحنا بنسمع الكلام أو أنه إحنا مسيّسين زي ما الأستاذ جمال بيقول يعني قانون الخدمة المدنية يعني أم images إحنا وقفنا كمجلس نواب بأكمال وقلنا لا لا لأن قانون خدمة مدنية لو كنا كنا وفقنا فيه كنا جينا على الشعب فإحنا إحنا جينا ممثلين للشعب فعمرنا أن إحنا هنيجي أن إحنا نقص مثل ما الأستاذ جمال بيقول يعني معلش أستاذ جمال جيه في البداية كده بس ان احنا نكون وضحين مع بعض كده في ثلاث نقط اخطأهم في حقنا احنا كمجلس نواب فمعلش ما احترام لحضرتك ازوائل لو كنا هنكمل الحلقة يعني احنا مش هنسمح ان احنا اتنين انا والسيد النايب والسيد اللواء ممدوح مقلد مش هنسمح لتهاون او تجاوز او ان احنا لا اصدر لا معلش انتقد معلش ما احترام لحضرتك انا لن لن احنا 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 اح فدي إهانة في حال البرلمان المصري يعني بداية القصيدة يعني معلش لا يا 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 خليلي مساك لو أضحني لو سمحت لي توضيح بداية موضوعية نحن ضد إهانة المؤسس لكن في نفس الوقت ضد تقدسها يعني لو عايز توضح بصورة سيد الناب توضيح بداية البرلمان موصل للشعب دستوريا لا يوجد أي صلاحيات لنائب الشعب عن المواطن العادي إلا تمثيله في البرلمان الجانب الآخر البرلمان إذا كان يمثل الشعب فهو ملكي أنا كمواطن مصري مش مهم جمال أسعى ده المواطن المصري طبعا هو ملكي لمن منحوم أصواتهم يعني أنا عندما أتحدث عن البرلمان هو أقرب سلطة في الثلاث سلطات تمثني كمواطن وبالتالي لو كنت هانها وبالتالي أنا ما يعنيني أن تكون هذه السلطة تمثل تمثيلا حقيقيا للجماهير بما فيها أنا كمواطن كما أن البرلمان ليس مقدسا وليس تبوه لا نستطيع أن ننتخده بل من رأيي أن العضو البرلمان ذاته إذا كان قلبه على الشعب ويعلم أنه يمثل الشعب ودوره أنه يرحل يقول له انتقدني يقول طبعا إنما تقول لسه ده إهانة إهانة طيب لواه ممدوح تديني سبع سنين بجأة أنت بالقانون بتاعكم اللي جاء لواه ممدوح خليه بموضوعية شأنه أنا بنقيم أداء مجلس هو حتى الأستاذ الجمال هو معظم الخطر بل برلمان خلينا بموضوعية شديدة وإحنا بنقيم أداء مجلس النواة أنا لسا أسأل أستاذ البدري فغالي يعني لهم وجهات نظر متعلقة بمجلس النواة هل شايف أن المجلس ابتعد عن المواطن وإن حبلاش بيبصم يعني وأيد الحكومة في كل خطواتها أو أخذ تعليمات من الحكومة بعد إذن أولا هو قياس هذا البرلمان مع البرلمانات السابقة فيه هناك شيء يعني قياس مع الفارق إحنا البرلمان المصري في هذه الدورة قد أتى بإرادة شعبية يشهد لها القاسي والدني لم يكن فيها تزوير وجئنا بإرادة الشعب بإرادة الشعب بإرادة الشعب في شحد ينكر ذلك تمام أو الحال ثانيا ونجحنا في إقامة دولة المؤسسات ما حدش ينكر ذلك لكن هنا كيف يمكن أن ننتقل نستفيد من بعض حكم بالله فضل البرلمان أتى في ظل دستور الأخير اختلف عن سابقية في إيه إحنا زمان كنا بنقول حزب الوطني الحقيقي 98% 99% لا المواطن اللي اختار والمواطن عارف ده توجهه حكومي توجهه ساوي توجهه كذا توجهه مع الدولة ضد وما شبه من هذا القضي ثالثا الانتماءات اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو الاتلاف اللي سعدت كان بيتكلم فيه الأخ الفاضل جمال بيه ده اتلاف دستوري احنا جينا في موجب دستور ما كانش الكلام ده كله فيه فاحنا جينا كان لابد علينا أن نقيم اتلاف لدعم مصر أو يسمى بأي تسمية أخرى ليه لأن تشكلة الحكومة والخصة اللي حصلت في الدستور معنا الرئيس هيعرض والمجلس يوافق ولا ما يوافقش ويعترض كان لابد علينا من إقامة اتلاف لدعم مصر هذا الاتلاف تقيم الناس هتبقى مهتمة بأن هو المجلس عمل لنا إيه في الأعباء المعاشية والاقصاد والاقتماعي هي دي اللي تهميني ارضية المجلس هذه المرة مختلفة احنا عندنا ارضيتنا الحاكمة لنا المادة 124 من الدستور والمادة 147 المادة 124 بتقول عاوز تودي فلوس لأي جهة ما عليك أن تنسق مع الحكومة وتقول لها ما هي الموارد الأخرى اللي انت هجيب منها هتاخد من ايه بزنيتك هاي هتاخد من ايه وتدي الفين ولذلك هي دي مادة حاكمة وإحنا أصبا وبالمجلس 147 تشكلة الحكومة على معضها كلها لابد من موافقة المجلس المجلس هذه المرة فلسفته تختلف فلسفته في ايه المجلس هذه المرة هو شريك حاكم في إدارة شئون البلاد يأو بالمجلس استسمحك بعد إذن معليك بعد إذن جي جمال المتب بحكم المجلس دولي الفرق بين المجلس السابقة والدستور لا 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 عشان نعرف يعني عشان المشاهد يعني المادة 147 من الدستور اللي بتتكلم فيه إزاي إزاي الوزارة تعمل إزاي الوزارة تشكل المادة دي معناها أني أنا أصبحت شريكا في إدارة شئون أنت في الأول كنت في إيه في إيه الجمهورية بيشكل الحكومة وأقول دي الحكومة بتاعتي يأخذ السقة ما يأخذش السقة هي دي بتاعتي دلوقتي قبل ما يصدر رئيس الجمهورية تشكلت الحكومة بيأخذ رأيي كبرلمان وبالتالي أصبحت إني أنا شريكا معه في إدارة شئون البلاد المتصور بيقول إن التقومة من حزم الأغلبية وهذا لم يحدث لا 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 موجودة ده مش حزب الفندم والله والله اتلاف 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 مش حزب والله ده سعاني بس بالإتلاف دي المادة 107 وردية من الدستور أنا أصبحت بمجابها شريك في إدارة شئون البلاد مع رئيس الجمهورية ده رقم واحد رقم اتنين زي ما احنا بتقول مادة 124 بس زي ما كان قبل كده ويجي مثلا قبل الميزانية كل عضو يقول لك وطالب وأزود وأعمل وعاوز كبري وعاوز وعاوز دلوقتي يقول لك لا هتقول لي عاوز من اين هتخصم من اين وحتزود فين ده ده النائب اللي المطلوب انه يجي لا ده دستور اللي بيقول دستور اللي بيقول أنا أنا انتو خبت في ظل دستور بيقول كده وده بيتناقش يعني انت عايزين في الكبري في البلد فتقول لجيب من اين الفلوس بتاعته الأول اللي بتتغالب بيها عشان تقول فرضا دلوقتي ما تعملش حساب الكبري واحنا مصر هتاخدوا على حساب ايه الكبري هتاخدوا على حساب الصحة على حساب التعليم هتخصم بالتعليم وتدي اللي وتدي اللي لازم ان يكون في خطة مستقبلية انا متكتف انا اصبحت دلوقتي حوار موضوع بعيد طب اكمل ما في النقطة نقطة بس نقطة نقطة ما انا عادي اشرح والله يفاهم وجهة نصر يعني اصل يعني هل انت منوض بك ان توجد مصادر ارادات للموازنة الحاملة المادة 124 بتقول كده عظيم اكتير المادة 124 وانا اقول لك هات طيب عشان بس نقف عند النقطة يعني انت عايز تقول انا اصلا مكبل للناس ان انا مكبل يا جماعة لا استطيع ان انا اعمل لك الكبر اللي انت عايزه والمستشفى اللي انت عايزها والمدرسة اللي انت عايزها لا اعمل لا اعمل اعمل سدوائي الرد باجي الرد 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 انا بقول طالب وبقول بس لازم قبل ما تتوضع الميزانية لازم اخد موافقة الحكومة ولازم اخد تخصيص لهذا المبلغ لو عد هذا الكلام لو انت مكبل والحكومة مكبلة والميزانية بتاعتك بالطبع المواطن مكبل الرد يا سيد دوائي انا لسنا مكبلين سيدنا 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 دي واحد دي واحد فكرة ان الحكومة مكبلة نعم ان هناك عجز في الموازنة نعم لا نقاش في هذا ولكن هنا باجي دور المجلس ايه ايها الحكومة ايها الحكومة اين الموارد الإرادية الجديدة التي يجب أن تضاف الإرادات حتى نخفض عجل موازنة حتى نجد اعتمادات لمصارات نريدها هنا بقى الرأي العام الرأي العام السياسي يطرح بداء لا نهاية لها من زيادة الإرادات والحكومة وضن الطين وضن عجين والبرلمان ولجد الخطة والموازنة لا تفعل شيئا أستاذ البدر فغال أستاذ البدر أنا دايما بسيبك للآخر كده زي ميسي والحطيب لمسة الأخيرة بس الموم تبقى لمسة ما تبقى شيئا خطيب طيب